السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ الآن بالتست السادس من الوحدة الأولى وحدة الشفرات في مادة الاي كيو من هاجم تروبول للكتاب الأول هنا نلاحظ أنه يوجد يدي حرفين مكررين في كلمة نعني وبالتالي هنا ببساطة بإمكاني أنه يوجد حرف الان يقابل الرقم ثمانية إذن هذه الشفرة كليا تقابل هذه الشفرة وبالتالي لما كانت الان ثمانية هنا ببساطة إمكاني أنه أوجد الإي هي تمثل الرقم تسعة وبالتالي كلمتي سوف تبدأ بتسعة وتنتهي بثمانية إذن هنا بدأت بثمانية خاطئة بدأت بخمسة خاطئة بدأت بثمانية خاطئة بدأت بستة خاطئة والجواب هو بي في السؤال الثاني هنا نلاحظ أن هذه الشفرة تحتوي على مجموعتين مكررتين AY وبالتالي هذه الشفرة المكونة من مجموعة أحرف تقابل هذه الشفرة المكونة من مجموعة أرقام لا يوجد تكرارية في المجموعات ضمن نفس الشفرة سوى في هذه الشفرة هنا نلاحظ أن الواي تقابل الرقم ثلاثة والآ تقابل الرقم الثنين وبالتالي كلمتي لا تحتوي لا على الواي وبالتالي لا يوجد ثلاثة ولا توجد اثنين وبالتالي هنا تحتوي ثلاثة واثنين هنا تحتوي ثلاثة واثنين الآن بالشكل التالي لما كانت الواي تمثل الرقم A وبالتالي هذه الشفرة هنا منها خلال هذه الشفرة يمكنني الحصول على أن قيمة الكي تمثل الرقم واحد الكي تمثل الرقم واحد كلمتي لا تحتوي على كي وبالتالي هنا الكي موجودة فقط في هذه الشفرة في بداية هذه الشفرة وبالتالي هذه الشفرة مكونة من مجموعة أرقام تقابل هذه الشفرة مكونة من مجموعة أحروف الآن ببساطة بإجراء عملية المطابق نجد أن E يعبار عن الرقم ثمانية وبالتالي ثمانية سوف تكرر في المنطقة الثانية والمنطقة الثالثة وبالتالي ببساطة الإجابة هي G في السؤال التالي من العمود الأخير هنا نلاحظ يوجد تكراريتين للـ A وبالتالي الآن هنا تقابل الرقم 9 وبالتالي كلمتي سوف تبدأ بالرقم 9 هنا بدأت بسبعة خاطئة بدأت بثنان خاطئة بدأت بأربعة خاطئة بدأت بصفر خاطئة والجواب هو D في السؤال الرابع هنا بإجراء عملية المطابقة ضمن العمود الأول نجد أن K مكررة مرتين وبالتالي هنا K تمثل الرقم 3 وبالتالي كلمتي سوف تبدأ بالرقم 3 الآن ببساطة لدي من العمود الثاني هنا لدي LSS وبالتالي هنا أوجدت هذه الشفرة المكونة من مجموعة أحرف تقابل إلى هذه الشفرة المكونة من مجموعة أرقام يعني ببساطة هنا تمكنت من إيجاد الأو لما كانت الأو هنا تقابل الستة وبالتالي هذه الشفرة المكونة من مجموعة أحرف تقابل هذه الشفرة المكونة من مجموعة أرقام وبالتالي هنا S تمثل الرقم واحد وبالتالي هنا كلمتي سوف تبدأ بثلاثة وفي الحرف القبل الأخير سوف يكون الرقم واحد وبالتالي هنا لم تبدأ هنا بدأت بثلاثة ولم تنتهي في الحرف القبل الأخير بواحد هنا بدأت بثلاثة وانتهت في القبل الأخير واحد وبالتالي الإجابة هي G في السؤال الخامس هنا بإجراء عملية المطابق في العمود الأول نجد أن S مكررة مرتين الأس هنا تمثل الرقم 4 إذن S تقابل إلى الرقم 4 وبالتالي كلمتي سوف تنتهي بالرقم 4 هنا انتهت بثلاثة خاطئة بواحد خاطئة باثنان خاطئة بخمسة خاطئة وبالتالي الجواب هو A إذن هنا في السؤال السادس لدي في العمود القبل الأخير I مكررة مرتين وبالتالي هنا عند البحث نجد أن I تقابل الرقم 2 المكررة مرتين إذن I تقابل 2 وبالتالي كلمتي سوف تنتهي بالرقم 2 لوجود I هنا سوف تنتهي بالرقم 2 هنا انتهت بثلاثة خاطئة وبتسعة خاطئة وبسبعة خاطئة وبثماني خاطئة والإجابة هي I في السؤال السابع هنا في هذه الشفرة لدي تكراريتين في I في المنطقة الأولى والمنطقة الثالثة وبالتالي أبحث من ضمن هذه الشفرات على تكرارية في المنطقة الأولى والثالثة أجد أنها الشفرة المكونة من 4, 5, 4, 7 هنا تقابل الشفرة المكونة من مجموعة أحرفها وهي E, N, E, K وبالتالي كلمتي هي نفسها الشفرة المطلوبة هي نفسها الشفرة المطلوبة وبالتالي الجواب هو D في السؤال الثامن هنا بالنظر إلى العمود الأول نجد تكرارية في Y وتكرارية في S وبالتالي هذه الشفرة المكونة من مجموعة أحرف تقابل إلى هذه الشفرة المكونة من مجموعة رموز ولحسن الحظ هي نفسها الشفرة المطلوبة وبالتالي الإجابة سوف تبدأ بسهم نحو الأعلى Find Alpha وبالتالي الإجابة هي A في التمرين الثامن عند النظر إلى العمود القبل الأخير مكونات العمود قبل الأخير لديه A والI والM والI والR وبالتالي هنا تكرارية في I هنا يوجد تكرارية في حرف I نبحث الآن هنا في المنطقة هنا لديه إشارة قمة سهم نحو الأسفل قمة وبساين وبالتالي هنا قمة قمة نلاحظ هذه الإشارة تقابل إلى I وبالتالي I تقابل الإشارة قمة أنا كلمتي سوف تنتهي بالرمز قمة هنا انتهت ب Find خطأ مثلث Find ومثلث وبالتالي الجواب هو B في السؤال العاشر ننظر هنا إلى العمود القبل الأخير نجد لدي Y Y N N وبالتالي هنا يمكنني إيجاد قيمة R R هنا تقابل الرقم 1000 إذن R تقابل 1000 وبالتالي Z هنا تقابل السهم نحو الأسفل لما كانت Z هي سهم نحو الأسفل وبالتالي هذه الصيغة أيضا تحتوي سهم نحو الأسفل تمثل هذه الصيغة وبالتالي هنا K هي عبارة عن إشارة الفاين وفق الترتيب السابق K هي إشارة الفاين كونه تحتوي على تكرارية والY هي السهم نحو الأعلى إذن K تمثل إشارة الفاين وبالتالي بالشكل التالي كلمتي سوف تبدأ برمز فاين هنا بدأت بفاين هنا لم تبدأ هنا لم تبدأ هنا لم تبدأ هنا لم تبدأ الآن كلمتي لا تحتوي على تكرارية لا يوجد تكرارية في هذه المنطقة وبالتالي هنا الإجابة يوجد فيها تكرارية إجابة خاطئة والجواب هو J في السؤال 11 هنا ننظر إلى العمود الأخير هنا لدي A A A N وبالتالي A تمثل الرقم 3 وبالتالي أنا كلمتي سوف تنتهي بالرقم 3 نلاحظ هنا لم تنتهي بـ 3 لكن هناك شرط في الشفر المطلوب لدي لا تحتوي على تكرارية إطلاقا هنا يوجد تكرارية في الثلاثة إجابة خاطئة هنا يوجد تكرارية في الثلاثة إجابة خاطئة هنا يوجد تكرارية في الثلاثة إجابة خاطئة وبالتالي الجواب هو D لا تحتوي على تكرارية إطلاقا السؤال الثاني عشر والأخير في هذا التست هنا بإجراء عملية المطابقة نجد أن الآن تمثل الرقم 4 وبالتالي هنا كلمتي تحتوي على تكرارية وبالتالي الرقم 4 سوف يكرر في المنطقة الثانية والمنطقة الأخيرة إذن هنا نلاحظ أنه لا يوجد تكرارية لا يوجد تكرارية لا يوجد تكرارية الآن هنا وجد لدي تكرارية بين المنطقة الثانية والأخيرة نتابع بالإيجاد القيم هنا نلاحظ أن T تمثل السبعة والB تمثل الثلاثة وبالتالي هنا ببساطة T سبعة والB ثلاثة وبالتالي أنا يوجد لدي P وبالتالي الجواب الصحيح هو J و D جاب خاطئة وشكرا لكم